جوهر الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً هذا ما تحمله التصريحات السياسية وذلك ما ذهب إليه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالة بشأن الأزمة اليمنية الجارالة الذي نفى وجود وساطة كويتية بين الرئيس المخلوع الصالح والمملكة العربية السعودية أكد أن الكويت متمسكة بالحل السياسي للأزمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن قبل ذلك قال العاهل السعودي في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى إن أمن اليمن من أمن مملكة ولا يمكن القبول بأي تدخل في شؤونه الداخلية كما أكد دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها الحل السياسي للأزمة اليمنية التي يتحدث عنه الكثير لم تلح بوادره حتى اللحظة ولم تتحدث عنه الكويت فقط والسعودية بل أيضا كان السفير البريطاني لدى اليمن إدموند براون أكد على نفس الموقف وأهمية استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل وفقا للمرجعيات الثلاث جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في الرياضة حيث أكد المخلافي حرص الحكومة الدائم على السلام المبني على المرجعيات الأساسية لا تبدو الحلول في هذا السياق سهلة في ظل مواصلة الميليشيا حربها في الداخل ومحاولة تحقيق الاعتراف الدولي بحكومة صنعاء من الخارج إذ تتعمد الجماعة الإنقلابية إفشال أي مساعد للسلام في لحظة ما تزال تحاول إقناع بعض الدول الاعتراف بحكومة صنعاء لكنها تفشل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة